من جديد أحييكم في اتجاهات وأعود لدكتور توفيق السيف دكتور توفيق كنت تقول أن سيادة القانون قد تقرب ما بين أو ستكون حلا للتقريب ما بين الفئتين إلى أن يتم هذا الإصلاح التدريجي والتغيير الذي تود الحكومة طرحه ما الإجراءات الشعبية التي يمكننا أن نمارسها فورا من أجل التقريب ما بين الفئات ما بين هاتين الفئتين الشيعية والسنية يعني هي بعض الإجراءات التي لها قيمة رمزية يمكن أن تترك أثرا عميقا يعني أنا أضرب مثالا حينما عين الملك عبد الله السيدة نور الفائز نائبة لوزيرة التعليم نائبة لوزيرة التعليم نعم لم يعد هناك مشكلة في أن تصبح مديرة شركة أو مديرة دائرة أو مديرة قسم فهذا الحدث يعني قيمته الرمزية أكبر بكثير من قيمته الواقعية لذلك أنا أدعو إلى يعني دراسة يعني مجمل الخيارات والاحتمالات الممكنة التي تنطوي على الأقل على قيمة رمزية بالنسبة لموضوع الوحدة الوطنية حقيقة لا يعني لا أريد أن أحدد شيئا في هذه اللحظة لكن هناك الكثير من الخيارات وأتمنى أن تبادر الحكومة بمناقشة جدية مع زعماء الشيعة ومع يعني المثقفين فيهم للأسف كان هناك حوار جيد ومستمر ولكنه توقف يعني قبل سنتين ويعني إذا أردنا حقا أن نعمل على حل المشكلات يجب أن نتحدث وأن نتناقش بصراحة يعني بدون خوف بدون قلق بدون يعني شكوك ويعني مواقف مسبقة نعم إجراءات يمكن اتباعها أستاذ سلمان لتعميق الوحدة الوطنية والانتماءات سواء للوطن أو للمواطنين بعضهم لبعض يعني كما ذكرت لك سابقا ولكن حتى الآن في بعض الأمور التي تحدث قد تخلق فتنة إذا صمتنا عنها يعني بمعنى حتى الآن لم نجد يعني مثل الآن الهتفات التي خرجت الغير مسبوقة التي خرجت في القطيف حتى الآن أنا مثلا لم أسمع من الإستاذ توفيق إدانة كاملة لها وهذا أمر غريب وليس الإستاذ توفيق وحده ولكن كثير من من ننتظر منهم لأن مثل هذه الإدانة ليس أنتظرها فقط من أجل أن نحن ولكن من أجل أن نعرف أن لدينا مشكلة ونستطيع حلها مثل هذه غير مسبوقة يعني إذا صمتنا عنها الآن ربما تتكرر غدا وبعد غدا ولكن إذا عرفنا لدينا مشكلة الآن وأستطعنا أن نحاصرها بالتالي يكون حلها أسهل ولكن عندما تغيب الإدانات وتكون هناك لغة تبريرية بس هذه المشكلة تتحدثين عن المواقع هذه المشكلة كما قلت أن فئة محدودة لا تمثل الطائفة الشيعية لم يعترف بها أحد لم يعترف بالمشكلة أحد إستاذ توفيق أمامنا لم يعترف بالمشكلة حتى الآن الشيخ حسن الصفار لم يعترف بالمشكلة أن هناك من قام وطالب بإنقلابيين ضد مفهوم الدولة هذا أمر خطير جدا لم نشاهد عندما نتحدث نكون طائفيين طيب لماذا لم نكون طائفيين عندما تحدثنا عن إرهاب القاعدة والذين كانوا أيضا يريدون إسقاط الدولة الآن أصبحنا طائفيين فقط لماذا لا ينظر المسألة من الجهتين أنا أقول هناك ناس طالبوا بإسقاط الدولة في هذه الأحداث في أحداث القطيف لم نرى إدانة من زعامات القطيف وزعامات الشيعة وكذلك من رموزهم عندما نرى مثل هذه الإدانات نستطيع أن نغلق هذا الملف نستطيع أن نحل المشكلة نستطيع أن نسيطر حتى على المواقع الاجتماعية التي تحدثت عنها ولكن عندما نترك الباب مفتوحا وكأن المسألة الطبيعية وهي تنفيذ الاحتقام أعتقد أن المشكلة ستتصاعد وتتعاقد أكثر وأكثر طيب رأيك دكتور توفيق رأيي أننا نستطيع الذهاب إلى ما هو أبعد من هذا بكثير بكثير جدا ولكن ضمن تفكير للحل ضمن مبادرة للحل وليس كحلقة منفردة يعني هو يقول أستاذ سلماني عنده وجهة نظر أنه حين اتهمنا القاعدة بالإرهاب وهؤلاء مسلمين صننا ما كان عندنا حساسية في اتهامهم ولا كان عند الحكومة أي حساسية في اتهامهم هذا الشيء حصل أيضا وكبار مشايخ القطيف أصدروا بيانات أدانوا فيها بدون لبس وبدون مداورة استعمال العنف سواء كان في الكلام أو في الوسائل المادية وأكدوا على مبدأ الولاء والاندماج الوطني والمساواة في الوطن وما إلى ذلك لكن لا ينبغي أن نتوقف عند مسألة من الذي أيد ومن الذي أدان يجب أن نهتم كثيرا بالمشكلة نفسها أن نفكر في منظور الحال في منظومة الحال وهذا ممكن عند ذاك سيذهب الناس أبعد كثيرا مما يتوقع للسادة دوسري طيب أستاذ سلمان دكتور توفيق يعني بيؤكد أنه لم يكن هناك إهمال بالعكس ظهرت بيانات تندد بأعمال العنف التي حدثت لا لا غير صحي أعمال العنف نعم أعمال العنف مفتوحة ولكن أنا كما ذكرت لك أنا أتحدث عن الهتافات أنا لا أعلم لماذا نعتبر المسألة يعني جدا بسيطة ويمكن أن تمر مرور الكرام أنا لا أراها كذلك وهي الهتافات كمان عمالي نعم أي تفضل يعني المسألة خطيرة لأول مرة غير مسبوقة تتم لا أتحدث عن القطيف ولا أتحدث غير مسبوقة عندما نتركها بهذه ونعوم العبارات ونجد لها نقول أنه تم إيدانة للعنف اللفظي لا يكفي مثل هذا يجب أن يكون هناك إيدانة واضحة لمن أطلق هذه الهتافات هؤلاء يريدون إسقاط مفهوم الدولة يجب أن يتم محاكمتهم يجب أن يتم تجريهم على ما قاموا فيه ويجب أن تكون الإيدانة واضحة هذا جزء من ترسيخ الوحدة الوطنية عندما نرى الآن مثل هذا إيدانة واضحة عندما نرى الاعتراف بالمشكلة حتى الطائفة الأخرى يعلمون أن هناك من يخاف على الوطن مثلهم ولكن عندما نجد الحلول التبريرية وعندما نحاول أن نلتف على هذا الموضوع لأسباب أخرى ربما هناك من يرى أن هؤلاء يجب استيعابهم وسنحاول في المرة القادمة ولكن هذا لا يكفي هناك من أخطأ هناك من قام بفعل غير مسبوق بس البيانة الحكومية هل تحدث عن تلك الهتافات لا البيانة الحكومية لم يتحدث عن هذه الهتافات هناك استيعاب من الحكومة أنا كما ذكرت لك قبل قليل فيما يتعلق عندما وصفتهم بيانة الداخلية وصفهم بالمغرر بهم أنا أراهم ليس مغرر بهم ولكن هؤلاء كما ذكرت لك هؤلاء أنا أراهم إرهابين قاموا ولكن الشيء المهم أن الحكومة دائما الحكومة تستوعد هذا دور الحكومات يعني دور الحكومة تستوعد أبنائها وتحتويهم مهما تطرفوا في هذه المسألة وهذا ما رأيناه من بيانة الداخلية حتى لو كنت أختلف معه طيب بعضا من هذه الحلول يعني كان دكتور توفيق اقترح أن يكون هناك شيء أشبه بالحوار ما بين زعمات الشيعة وزعمات السنة تعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يحقق هذا لا 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 عفوا لا لا نادين لم أقترح هذا الشيء نعم طب ذكرني اقترحت مناقشة حول المشكلات مع الحكومة مع المسؤولين الرسميين وليس مع زعماء السنة نعم نعم أنا لا أقبل بحوار مذهبي ولا أرى أن الحوار بين المشايخ يؤدي إلى حل الحوار بين المشايخ لم يؤدي إلى حل في أي بلد أنا أتحدث عن حوار سياسي نعم بين الزعماء السياسيين ومع الدولة وليس مع رجال الدين إذن الحوار سيكون مع الدولة هذا حيأثر يا دكتور توفيق على الفئات الشعبية في القريب العاجل ما حيأخذ وقت طبع بالتأكيد يا دكتور حيأخذ وقت طويل نعم هيأخذ وقت هذا الأمر خاصة أنه هناك تدرج في الأفلاح يعني ما في شيء حيصير بين يوم وليلة ولكن الناس الذين فقدوا الأمل يستطيعون استعادة الأمل إذا رأوا الناس يتحاورون ويسعون إلى حل المشاكل أنا لا أتحدث عن جلسات علاقات عامة أو جلسات شرب قهوة أو تجديد الولاء وإنما جلسات نقاش في المشكلات الناس إذا علموا بأن هناك حوار ونقاش جار حول المشكلات وأن هناك أرادة لحل المشكلات سيعود إليهم الأمل بأنهم قادرين على حل مشكلاتهم في إطار القانون والقانون فقط لكن أستاذ سلمان كان يقول أن هذه المشاكل كانت موجودة لكنها كنا نمر بفترة توائم وارتفعت حدته في الأون الأخيرة بسبب الثورات لا يعني يعني بسبب لأسباب خارجية ومش لأسباب تتعلق بنقاش سياسي يمكن أن تحل من خلاله لا لا هذا الكلام غير صحيح هذه مشاكل مزمنة وكان فيها نقاش مع الدولة منذ سنة 1993 نهاية 1993 يعني نحن نتكلم الآن عن شيء قريب العشرين سنة نعم هذه موضوعات قديمة يعني ليست جديدة يعني أنا أعود وأركز على العلاقة ما بين الأفراد أنا أعلم أن هناك يعني كما تقول أن النقاش السياسي قد يؤثر لكن المشاعر التي تربط مواطني الدولة الواحدة مع بعضهم البعض هذا النقاش السياسي سيؤجج هذه المشاعر سيقربه من بعض لا أعتقد أن هذا نعم يعني يردع أو يوقف الشحن المذهبي سوف يجعل الناس أكثر استعدادا للتقبل من بعضهم أكثر استعدادا للاختلاف السلمي والمدني نعم أعتقد أن الحوار السياسي يؤدي إلى حل المشكلات ويغير الثقافات أيضا يغير ثقافات الأفراد أستاذ سلمان حوار السياسي مطلوب من أجل تغيير الثقافة الموجودة السائدة اليوم ما رأيك؟ يعني هو الحوار بشكل عام مطلوب من كافة فئات المجتمع ولكن يجب أن لا يحصر بفئة معينة أو طائفة بعينها وتترك بقية الطوائف وكأننا نقول أن هذا الحوار موجه لجهة معينة الحوار بصفة عامة هذا أمر مطلوب ومتاح ويجب أن يتم المضي فيه ولكن النقطة المهمة عندما نتحدث عن تعايش أو حوار أو ما لذلك يعني المهم أن تكون النقطة هناك أنه عند تحت الجميع يكون يعمل ويعيش ويجتهد من أجل تحت عباءة الوطن لا نريد أن ينتصر الشيعة على السنة ولا نريد أن ينتصر السنة على الشيعة نريد أن ينتصر الوطن والمواطنين عندما تكون هذه قاعدتنا العامة نستطيع أن نمضي حتى لو كان هناك أخطاء نعم نتفق في بعض الأخطاء ولكن هذه ليست معنية فقط بطائفة معينة ولكن معنية أيضا بأجزاء أخرى من الوطن آخر السؤال كان عن مقال كتبته الأستاذة الكاتبة أميمة جلاهما الحد لمن عبث بأمن الوطن بصفتك يعني إعلامي أستاذ سلمان هي تقول أن غالبية سكان القطيف لن يحقق من وراء هؤلاء الخارجين على القانون إلا الخسائر والمزيد منها وأن أبنائهم وبناتهم قد يفقدون مزايا يدركها سكان المنطقة الشرقية كافة ما رأيك بهذا الكلام عبر الصفحات السعوديلية يعني أنا بالفعل لكن لا أعتقد أنهم أهالي القطيف سيخسرون المزايا التي بسبب فئة محدودة يعني الدولة لا تنظر في النهاية إلى مواطنها بهذه الطريقة نحن في الوقت الذي ننتقد الزعامات لعدم وجود موقف واضح وصارم ووطني مما حدث لا نقول أن بقية المواطنين في القطيف قد يتضررون مما حدث وهذا أمر غير منطقي أصلا لا يمكن أن نربط مما حدث وبينهم لذلك هذا أمر مستبعد والدول لا تقوم بهذه الطريقة وبهذه النظرية طيب آخر كلمة تحب تضيفها دكتور توفيق في نهاية الحلقة يعني أنا سعيد جدا بالنقاش معكم على الأستاذ سليمان وبالنسبة للي كتبته السيدة أميما للأسف هذه ليست المرة الأولى ولكن يعني نحن لا نعبى بهذا الكلام ونعتبره كلام سخيف وتافه ولا يعبر عن موقف الدولة ولا عن موقف المجتمع السعودي يعني هذا كلام في لحظة فعال شكرا لك ولذلك لا نعلق عليه أمال نعم شكرا لك الباحث السياسي الناشط السياسي دكتور توفيق السيف على هذه المشاركة كنت معنا من الدوحة وأشكرك أيضا أستاذ سلمان الدوسري رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية كنت معنا من العاصمة السعودية رياض ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من انتجاهات إلى اللقاء اشتركوا في القناة